الدولة في تونس من البداية مع بورقيبة كانت هي هي اللي متكلمة على حقوق النساء وتواصل لديك حتى في عاد بن علي وكانت في عاد بن علي ولدت الفيترين ديموكراتيك للبلاد التونسية يسعل على الحريات يقول حرية حقوق النساء وحرية النسائي دونك حركة نسائية مستقلة تجي تقول راهو ما فاماش مساواة حقيقية تقول راهو ما فاماش مساواة حقيقية تقول راهو ما فاماش مواطنة فعلي على خطر احنا كحركة نساوية وحاسب اعتقادي من اهم الحاجات اللي تتوجدت معنتها ولي من الخصائص متاحة بالاضافة لاستقلاليتها على السلطة هي ان حركة نساوية كانت عندها قراءة للواقع الذكوري للمجتمع التونسي لواقع التمييز في تونس ان مجلة الحكم والشخصية صحيح جابت برشا للنساء التونسيات لكنها مجدت لحوال الشخصية محفوفة بالنقايص وفيها العديد من المظاهر متاع التمييز والواقع زيادة كان فاما هو ما بين القانون والواقع دونك الحركة نساوية جات بش تقول راهو فاما مشاكل كبيرة في مجال الحقوق النساء في مجال المساوات في مجال التمييز لكن ربطته ارتباط كلي بالحريات بالديمقراطية راهو ما فاماش ممارسة للمساوات اذا كان منك مكش مواطنة والمواطنة تتطلب الديمقراطية تتطلب الحريات تتطلب باقي الحقوق ايضا تطلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عندها كله هو كل مترابط ونحن دي ما نقوله راهو النساوية هي عندها ستا فنومين ترانسفرسال دونك يشوق كل شي كيف نكون نساوية راني عندي قراءة كاملة للواقع التمييزي ما بين النساء والرجال لكن عندي قراءة عندها واقع الحريات في البلاد كيف يفيد تنظيم الحياة السياسية في البلاد كيف يفيد توزيع ثروات في الإطار الخاصي والعام دونك هذي الكلو متداخل ويبنس اني على الأقل داخل الجامعية تونسية نسية الديمقراطية لكن في باقي الأطر النساوية كسواء داخل الاتحاد العام التونسي للشغل داخل الرابطة تونسية للدفاع عن حقوق الانسين وإلى الجمعيات الأخرى نساوية وإساسا الجمعيات التونسية من أجل البحث حول التنمية اللي هي كانت فما معناتها ينغتيكولاسيون ما بين المطالب الخصوصية والمطالب معناتها العامة حول الحريات وحول الديمقراطية أو حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية